اهلا بكم من جديد شرفني يكون ضيفي في هذه الفقرة دكتور عصام الجهري أستاذ نظم المعلومات وعضوه الهيئة العلمية لمعهد تخطيط القوم بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مساء الخير يا دكتور عصام سلام خير يا فنم أهلا بكم وعلا بصدر مشاهدي يعني المنصة الجديدة منصة مصر الرقمية يعني أولا حضرتك تقول لنا كيف توفر وتسهل وتتيح خدمات أكبر بجهد أقل وتكلفة أقل ووقت أقل السلام الرحمن الرحيم هو الأول النهاردة محفل جدا ويوم مهم جدا لتدشين منصة مصر الرقمية بشكل رسمي لأنها بدأت بالفعل منذ شهور وكانت موجودة بشكل تجريبي من باب الإعلام عنها من باب أن الناس تخشوا وتجرب الخدمات من باب أن وزارة التخلات نفسها تجرب مجموعة من الخدمات والحمد لله يوم التفشين الرسمي تحها فيها 130 خدمة كما أعلن خير وزير التخلات أمام السيد الرئيس النهاردة 130 خدمة هم خدمات إلكترونية ضمن مجروع حكومة إلكترونية مصرية ضمن المشروع الأكبر للتحاول الرقمي في مصر اللي المفروض في ثلاث محاور أساسيين نحوى للبنية التحصية الخاصة بتكنيجية المعلومات نحوى الخاصة بالفدرات البشرية للطاعة تكنيجية المعلومات نحوى الخاصة بالتخلات والإعداد لمراكز البيانات وخلاص 130 خدمة الإلكترونية اللي موجودة على منصة مصر الإلكترونية ببساطة لو بيتمعنا المشاهد البطيط لو عنده خدمة في مجال المرور أو مزارة الإسكانة أعلانة بكرة صفح عن إنها عايزة الناس تتقدم عشان تحقق على شقة وكان من ضمن الشروط إن يكون داخله رقم معين وإلا قد كمال ثلاث جنيه إنه مثلا يعول أسرة مجموعة من الشروط النهاردة لو بتتحدث إلى هذه الخدمة من خلال منصة مصر الرقمية تقدر تبدي رقبتك وتعمل لنفسك كتاب على المنصة مباشرة وتبدأ من العملية بحاجة للشقة وتتولى المنصة إن هي اللي تتحرك وتروح تشوف البيانات بتاعتك وماذا صحيتها في قواعد البيانات الأخرى في الوزارات الأخرى وخلاص وبالتالي بتوفر عليك وقت بتوفر عليك عليك مجهود راحة بتزود الردى نسبة الردى عن أداء خدمتك بشكل عام بتبعدك عن موظف ممكن تتعامل معه يكون فاسل إداريا أو السلام دا فبا كمان بتقلل الفساد وبتزود الحوثم لها مزايا عدة أهمها التسفيل على الناس رضى الناس توفير وقتهم زياجة الانتاجية لأن انت ممكن تاخد ثلاثة أربعة قيام على ما تجمع المستنادف اللي هتبقى طلبها منك الجهة اللي انت عايز ترخلها في حين انها لو هزير سجمة متكاملة وموجودة على منصة مصر الرقمية هتقدر توفر وقتك وبالتالي انتاجيتك يعني هو ده اللي كنا دايما بنقوله كنا دايما بنقول طب مع حضرتك يعني تدخل على الشبكة الحكومية للمعلومات وتجيب المعلومة اللي انت عايزها من الوزارة اللي جنبك أو من المكتب اللي جنبك وما تقعدش بقى تتزهق المواطن في انه هو يجيب اللي بتقعد الختم مش باين عارف فاكر انت طبعا الحاجات العظيمة دي ولازم تروح تاني عند استاذ محمد ومدام زينب في المكتب مش عارف ايه في الدور الكام لكن ايه تاني غير خدمات الاسكان والمرور اسمائة وثلاثين خدمة ده رقم كبير قوي ايه تاني من خدمات الاسكان والمرور ممكن رقميا يؤدى دون يعني الاحتياج الى مشاوير او وقت او مال فاكر رئيس دايما بيوجهنا نكون واقعيين والامور تكون مدروسة مئة وثلاثين خدمة هو فعلا رقم كبير لكن رقم كبير بالمقارنة بالبداية حانما احنا الخدمات التاجها في مصر حوالي خمشمائة ومشمائة وخمسين خدمة وزارة الاتصالات وعدة بكساد الرئيس السنة اللي فاتت انه مع نهاية اثنين وعشرين او في الجاية الثلاثة وعشرين ننتهي من ثلاثمائة خدمة على مدرسة ننتهي من ثلاثمائة خدمة لكن المئة وثلاثين كبيرة بالمقارنة بيوم التاتشين والبداية ده حقيقة وده شيء كويس جدا وكمان ناضجين يعني انا مش بعد خدمات لا ده انا بعد خدمات ناضجة يعني فعلة مفعلة عقيقية تعمل وما يكان بالكامل مش الواجهة بتاعتها بس اللي على المنصة فقط لا غير هي اللي بتعمل والباك انت بتاعتها عند الموظفين ما بتشتغلش فهو كبير بالمقارنة بالبداية لكن احنا لسه بنتطلع لان كل الخدمات الحكومية تكون مميكنة ضمن مشروف حكومة الوكترونية المتكامل هيسهل اكثر في عملية التعامل مع كل الخدمات الحكومية المواطن فده احنا منتظرونه بالفعل وهما يعني قطعوا شغط كبير جدا مصري يمكن لنتيجة الثورات المتعقبة في العقد الثاني من الالفية الجديدة للأسف كانت تراجعت كثيرا في مجال الخدمات الرقمية ومجال التحاول الرقمي لان احنا كنا بدأنا قبل الثورة وكنا بدأنا تبوأ مركز فايز جدا الحمد لله بدأنا نتضارق هذه الموضع الفترة اللي فاتت كانت الرئيس وعد بانه يصرف على هذه المسروعات بشكل كويس بل بهم بل صرفوا بالفعل زي مرات قال النهاردة حوالي 100 مليار جنيه على مراكز البيانات على المشيئات اللي خاصة بمراكز البيانات على عمليات البرمجة والشركات اللي بتستغل على السوف توري اللي تعمل على المنصة اللي تعملت يعني على الاتحابة الالكترونية المصرية اللي بتحمل هذه الخدمات لا استثمار كبير ولسه استثمارات اجمع هتتعمل يعني من ضمن الاستثمارات الالكترونية كان استثمارات في العنصر البشر كمية المبرمجين المصريين اللي النهاردة بيجيبوا دفع للبلد لما بيشتغلوا في ألمانيا ويشتغلوا في الخليج ويشتغلوا في أوروبا وهم قاعدين هنا فمش ده مخور مهم جدا التحاول الرقمي مش بس الخدمات اللي موجودة على المنصة الالكترونية شيء جميل وهائل وسيمتد أثره ويسميله بقية الخدمات لكن الشيء المهم اللي المجتمع دلوقتي بيعرفه كويس اللي عنده مبرمج في بيته بيجيب دخله بالضرار وباليورو قادر ان يعيش حياة كريمة بسببه لو تعلم كويس لو خد تخصص من تخصصات في الكمبيتر ساينسا والانفرميشن سيستم لو عمل دراسات عليا في هذا المجال النهاردة فيه ندرة في العالم في مجال العلماء البيانات موجود مصريين الحمد لله كثيرين في هذا المجال النهاردة وزارة الاتصالات بتعمل مشروع مهم ان عملت جمعة مصر المعلوماتية ده مصرف على البنية التحقيق للقدرات البشرية عملوا مجموعة من البرامج والمبادرات الانلاين في مجال التدريب على تكنولوجيا المعلومات سواء للشباب للنشأ او للتبار اتخيل واتوقع او اتنا بنطالبهم كمان انهم يزودوا عدد البرامج استفاعليا اللي هو التدريب التقليدي اللي يكون فيه مشروعات وتدريب في الشركات خلال فترة اللي جاية كمان عشان يزود عدد المبرمجين اللي هيستعدوا اصطناع المحلية تنزج وتنمو ده رقم واحد بيسافروا يشتغلوا بره بجوء مصدر دخل من العملة الصعبة مبرمج واحد بياخد بره حوالي 15000 ريال بيبقى قد ستة سبع عمان او مهن اخرى بتعمل فبيدخل دخل البلد بشكل خويف في منهم اللي بيعمل بنظام الاسفون بيشتغل جوه مصر لدول بره مصر او لشركات فدول اخرى بيقبض بالدولار او باليورو اسمحلي يا دكتور بعد اذنك يعني عايزين نوضح ونبسط اكتر فكرة المبرمج الشاب دي علشان يعني البعض بيتصور انه لازم يخترع بروجرام جديد او ابليكيشن جديد فيقولك يا عم انا هخترع ايه بعد بعد العاملين وبيل جيتس بقى والحاجات الكبيرة دي لكن مثلا على المستوى البسيط يعني انا مكتوب قداميني فيه خدمات في التموين خدمات في الشهر العقاري في المرور في الاحوال المدنية طبعا في الاتصالات كل وزارة من دول او كل خدمة من دول بتتقسم لعشرين خمسة وعشرين تلاتين خدمة جواها يعني فده الموضوع بالنسبة للخدمات بالنسبة بقى للمبرمج الشاب هل مثلا بعض المعامل برا مصر بتبعت لك بيانات وانت بتوضبها وبتبعتها مرة تانية هناك مين عليه الدور نتائج التحاليل ايه يعني دي برضو مسألة ما كناش عارفين فكرة السوفتوير كولينج سنتر مثلا او حل المشاكل هل تقصد ايه بالمبرمج الشاب اللي عنده شاب عنده بيسمعنا دواتي وعنده شايفنا لو يقدر على بعض مهارات الكمبيوتر وحضرتك قلت متعلم كويس ودارس كويس ايه اللي ممكن يبتدي بيه عشان يصل لفكرة انه يجيب دخل كويس وهو وقعت في بيته دي سؤال حضرتك سؤال محترم جدا ومحتاج ان احنا نبسطه اللي نسمعه مجال الطب يا فانجين فيه كم تخصص في الطب عقصة 50 60 60 80 مجال علوم الحاسد ونظم المعلومات او المسمى الان بالتحول الرقمي في مئات من الوظائف والتخصصات في وظائف منها تتطلب مهارات عليها في وظائف تتطلب ايجادة للغات برمجة في وظائف تتطلب ايجادة لانك تتخدم تدبطات بشكل كويس في وظائف تتطلب امكانية بسرعة ادخال بيانات في وظائف تتطلب منك يكون عندك امكانيات الرقابة على جودة البرمجيات فيها وظائف كترة جدا ممكن تبقى مبرمج ممكن تبقى مصمم لو عندك الحسد الفني عالي وما عندكش قدرات على انك تبقى عارف لغة برمجة او الوجوريزمات او رياضيات ممكن تبقى مصمم ممكن تبقى مراكب جودة العمليات اعهد اليك بعملية تعملها بالنيابة عني زي ايه زي الارشفة لما يبعتلي بيانات مريض من الانترنت من في الكاليفونيا توصلني هنا اشوفها صور ابدأ اخذ البيانات اللي جوه الصورة وابتالها جوه قاعدة بيانات وارجع اردها لك تاني بشكل قاعدة بيانات مفهرطة انت بتسترجع منها البيانات بشكل سهل دي حاجة بسيطة في مجال تعهيد تكنوليجيا المعلومات مهاراتها ولا ايه لكن مطلوبة الكل سنتر اللي حراك بتتكلم عنها دي خدمة من خدمات تكنوليجيا المعلومات لا تتطلب انك تكون مبارمج احنا عايزين تطمن اهالينا ان ابنك لو مش مبارمج مش معناها انه مش هيشتغل في كتاح الزبط له وضعه والمصمم له وضعه والمتعهد اليه بخدمة عمليات او ارشفة له وضعه الناس دي كمان لما بتكبر شواه وتاخد خبرات بتبقى اسمها سينيور او تيم ليدر او برويجيك مانجر في تخصصه يعني فيه امكانية لعلو السقف كمان في الشغلانات دي كل هذه العمليات يا جماعة في مئات الوظائف في مجال تكنوليجيا المعلومات مش شرط انه يكون مبارمج بالمناسبة انا لو عم بعلم 101 في كلية الحاسبات والمعلومات بيصلع منهم 17-18 مبارمج والباقي بيشتغل كل عمليات بتاعة القطاع من مصممين من مراجعين من محللين نظم من مراقب الجودة من اخصائية شبكات او مهجسي شبكات فيه تخصصات كتير جدا لكن في الاخر كلهم بيعملوا في مجال تكنوليجيا المعلومات اللي هيقدر يعلم نفسه في التخصص بتاعه اكتر ويزود مهاراته اكتر ويشوف كل ما هو جديد اكتر هو ده اللي هيقدر انا كنت في محاضرة مبارح في الجماعة من الجماعات ماقول للطالب يا خدرينكوا ليه تحاسبات انت المليون جنيه هتقدر تعمله في سنتين انت لو صغلت بألفين دولار فأي شركة او الصورتين في اربعة وعشرين بخمسين الف دولار اللي هو مليون جنيه تقدر تحصل علوم؟ نعم بعد سنتين ثلاثة متخرجة بعد سنة واحدة طب معلش يا دكتور بسرعة كده انا لازم اختم بس عايز اجابة سريعة قوي هل هذه الفرص عن العمل يعني ممكن يلاقيها بسهولة وهو بيبحث ولا برضو من خلال منصة مصر الرقمية ممكن يبقى فيه ده طيب اتمنى ان حضرتك تتبدأني وقبل ما اكون دكتور في تخصصي فانا رجل صناعة وعوده غرفة صناعة البرمجيات وعوده مجلس رقمي وعوده مجلس قدارة اتصال وعندي من الشركات اللي بتعمل في مجال صناعة البرمجيات بالتحديد هناك نضرة شديدة في مصر في مجال المبرمجين والمصممين ومحللين بنات تحيل بعد كل اللي بتعمله الدولة ده ليه لان منطقة المنطقة الإقليمية حولينا الخليج بالتحديد وأوروبا بالتحديد غرب أوروبا كمان بالتحديد يعني كل شبابنا الكويسين مستقطبين إقليميا وأوروبيا تداني عندنا نضرة شديدة في هذا الموضوع السؤال بقى أصله هل بسهولة نعم بسهولة بس حضرتك يعني ما تقراش كتاب وتتخيل انك تبقى صبح مبرمج أو مصنم أو ديزاينر لا لازم تعمل بقديك لازم تسهرة تكتسبها يا فندم دي صنعة مهندم صنعة تتسب بمجموعة مهارات جنب الفرق ولازم يبقى في تراكم في علاقتك بهذا العلم يعني أنا بشكرك يا دكتور نورتنا وبعتذر مش قادر أخد أكتر من علم حضرتك يمكن في لقاءات قادمة علشان بس وقتي يعني عدى كتير على وقت البرنامج شكرا جزيلا بشكرك جدا دكتور عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات وعضو الهيئة العلمية لمعهد تخطيط القومي ووزارة تخطيط التنمية الاقتصادية بشكركم وبقول لإخواتنا الصغيرين والشبابنا بدل ما تتعب إن انت تقعد تعمل فيديوهات يكون كثير منها سازج شان تاخد شوية لايكات وفولورز على أمل إن يجي لك فلوس أو تلاقي نفسك شاطر فتبتدي تفكر في الهاكنج وفكرة الاختراق ودي فكرة طبعا غير قانونية وممكن يكون نهايتها لقدر الله قضية وسجن فابتدي بقى تطور مهاراتك ديت وتواصل مع الشركات العالمية وشوف وصلت الفيلم إن شاء الله يفتح ده فرص عمل كتير قدام كتير من أولادنا اللي هما بالفعل هيلين في هذا القطاع شكركم بكرا إن شاء الله حلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة